حياكم الله من جديد انا اعلم انت في الدرس السابق لما رأيت انه هذه اللياء تستطيع انه تجر براحتك اي اداة تضعها شعرت بالفرحة انه انت قريب من البيئات العاملة كنت تعمل عليها والامر سهل لكن لما ضغط على التيكس هنا وظهر لك هذا الكود كابت الدنيا كلها نزلت عليك امر طبيعي جدا انا عشت نفس شعورك عندما بديت في بيئة الاندرويد في هذا الدرس سوف نفتهم ما هذه الكودات و ايش فكرتها دعني وضح لك شيء هنا شيء اسمه تيكس فيو ترى انه عدى بروبرتيز كما اتفقنا منها الـ ID وهو اهم جزء اللي يمكننا من الوصول للأوبجكت عن طريق الكود هذه الـ ID انظر مكتوب ID يساوينا هذه القيمة ترى هنا خاصية ثانية اسمها hint يساوينا enter age لو جيت اختارت هنا ارى اضغطت على هاي التول ترى هذه هي بالكود في الحقيقة لو ترى انه حتى يكتب hint يساوينا enter age كيف كتاب اندرويد نقطتين hint يساوينا enter age يعني ببساطة في الاندرويد هذا ايش معناته معناته في الاندرويد حتى تصل لأي بروبرتيز بهذا الشكل هذا هي لنفرض هو هذا البوتون لنفرض انت ما عندك اي شيء هذا ليست edit text تريد ان تكون edit text بالكون فتكتب edit بهذا الشكل text هذا text هناك امرين يجب ان تدخلين ما مسموح الاول العرض الخاص بها كم يكون عرضها يعني بعرض الاب بعرض الاب الحاوي لها ارتفاعها لنفرض يكون راب كونتينت يعني بقدر النص الموجود بها وسوف تفهم لاحقا ما هو الاب كونتينت وما هو البانت الان هذه التكس فيه انظر هذه شكلها فيها تو بروبرتيز فطريقة كتابة بروبرتيز في الاندرويد في الكود تكتب اندرويد نقطتين اسم البروبرتيز يساوينا الفاليا وخلاص تدخل ان تضع في داخله نحن داخل edit text فقط نكتب اندرويد نقطتين نكتب اندرويد يساوينا الفاليا نقول لأنتر يور ايج انظر كيف ظهر لهنا انتر يور ايج امامه ببساطة العملية مصعبة العملية سهلة جدا اذا هذا الابجيكتي ترى انت امامك تستطيع ان تصل لأي خاصية من خواصة فقط تكتب اندرويد ثم نقطتين ثم اسم الخاصية اي خاصية جديد background اللون الخلفي ينفرض عسيه مثال اندرويد تختار من الالوان سوف تفهم هاي الالوان لاحقا accent هذا اللون انظر حولتها احمر بكل بساطة هذا الـ xml بالشكل التالي اسم الخاصية نقطتين اندرويد النقطتين اسم الخاصية يساوينا الفاليا اسم الخاصية فاليا لكن من اين جاءت كلمة اندرويد اوكي هذه الخاصة انت ما تقدر تصلها وما تفهمها لا بد هناك من معرف تعمل لأمبورت حتى تستطيع ان تصل لهذا الخصاص فكلمة اندرويد هي مشتقة من هذا المعرف لجدت هذا زدت الـ review مشتقة من هذا الـ xml كأنها معمرت أمبورت نحن نعم بتجابة نعمل أمبورت كما ترى هنا في الكود لما رأي استدعي اي مكتبة عمل لها أمبورت لما رأي يعضلك هذه المسج هو تلقائي نعمل لك أمبورت لهذه المكتبة نفس الشكل لما ردت تستخدم دوالي اللي تخص الـ hint والـ background وما اذا لك تحتاج لها مكتبة اسمها اندرويد فقال لك xml اندرويد ادرج لهذه المكتبة فالان متى ما ردت تستخدم هذه المكتبة سوف تكتب كلمة اندرويد لو بدلتها بعسي مثال test يجب ان تغيرها في كل ما انظر اصبحت غير معرفة كلمة الاندرويد يجب ان تبدلها بكلمة test في كل مكان انظر الان صبحت معرفة اذا هذي ببساطة كيف تتعامل مع الخصاص هذي ايضا ليس هاي المكتبة فقط تحت هذه المكتبة الثانية عسي مثال هنا خاصة بالـ tools هنا tools قلت له اوكي هذه الليات اريدها يتحكم برتبطة فقط هذي الكود يقدر يفتحها يشغلها فقلت له اوكي ادرج لي مكتبة ثانية اسمها tools اللي هي هاي المكتبة واجه قلت له tools tools انظر هاي لما رايز تدعي tools كتب tools اسم الخاصية context يساوينا هذه الاكتيفتي اللي هي com.ربعي.fares.بهذا الشكل اذا ملخص هذا الدرس الاكس اميال هي امر سهل جدا انه عبارة عن اندرويد نقطتين خاصية تساوينا وانتهى كل شيء بقى الشي انت ممكن يكون واحد داخل اخر بالاكس اميال اي شي طبيعي جدا عندك هاي اللي اوت في داخل ادت تيكس او داخل ابوت ان تكس فيو ممكن تكون progress bar ايضا داخل هذي الادوات ممكن تكون الادوات بشكل مختلف اكيد الان تحس لها تمام رتبة سوف ترتبها في الدرس القادمة لكن فكر هذا الدرس انه افهمك الاكس اميال ما تحتاج ادخل دورة اكس اميال خلاص كلها تحتاجة انه اسم الابجيكت نقطتين اسم الخاصية وانتهى كل شيء اريدك انه بين هذا الدرس القادم تحاول ان تكتب كلمة اندرويد نقطتين وتحاول ان تضغط بعدها نقطتين تضغط control و space حتى تظهر لك هاي الخاصائص هذه الخاصائص المستخدمة على سيمثال النص اين يظهر تعرض لك النص في السنتر هذه مجموعة امور حاول ان تجربها اغلبها وترى كيف تصل الخاصية على سيمثال الخاصية الموجودة هنا كيف تستطيع ان تصل لها من داخل الكل على سيمثال الخاصية text هنا كيف تصل لها من هنا حتى تصل للتكس كيف تكتب اندرويد نقطتين التكس يساوينا الفاليو على سيمثال 27 اذا افهم ما هي التكس ما هي الهند وانتهى لدرس القادم موسيقى